هكذا عودت الفسيفساء الظهور في متحف باردو المشهور في تونس وبعد سنوات من الإغلاق تم تنظيف الفسيفساء وترميمها وعرضها في هذه التوسعة الجديدة لقد كانت ثلاثة أربع الفسيفساء مخزنة في الماضي أما الآن فسيتم عرضها في التوسعة الجديدة وتعتبر التوسعة الجديدة في متحف باردو جزءا من مشروع وطني يهدف إلى دعم إدارة التراث القيم لتونس وتطوير السياحة الثقافية فإلى غاية الفترة الأخيرة كان معظم السياح يزورون البلد فقط للتمتع بشواطئه يركز المشروع على قيمة بعض المواقع ويدرج هذا الموروث التقافي ضمن الحلقة الاقتصادية تعد تونس وجهة شاتئية معروفة لهذا توجب علينا تطوير نوع آخر من السياحة سيما السياحة الثقافية تشكل السياحة مصدرا مهما للدخل في تونس ويركز مشروع الموروث التقافي على تنويع وزيادة عدد السياح مع تحسين الظروف المحيطة بزيارة المواقع التاريخية والمتاحف العديدة بتونس وذلك من خلال المحافظة عليها وإدارتها بشكل أفضل وحسب المسؤولين فمن شأن المشروع أن يدر المزيد من المداخل ويخلق المزيد من فرص الشغل المرتبطة بالنشاط السياحي لكونه سيغري عددا أكبر من السياح للقدوم إلى تونس لرؤية مواقع مثل متحف باردو يعد متحف باردو مشروعا عملاقا لأنه أولا يعد الأقدم في أفريقيا والعالم العربي وهو غني بالتاريخ كما أن مساحته تضعفت الآن لقد كان يرتاده 500 ألف سائح سنويا أما الآن فيمكنه أن يستقبل مليون سائح وتستخدم أحدث تقنيات المحافظة في متحف باردو والمواقع الأخرى من أجل ضمان سلامتها بالنظر للنمو الكبير المتوقع في عدد السياح تكمن الصعوبة في أنه ينبغي أن يكون كل شيء مدروسا وكاملا الإضاءة والزجاج شاهدت السائحة الفرنسية الأسترالية ميشيل فينغر مباشرة العمل المنجز في متحف باردو في إطار مشروع الموروث التقافي أعتقد أن الأمر يتطلب خبرة ووقتا وأموالا كثيرة للتمكن من ترميم بعض الأشياء وبناء قاعات جديدة لعرض كل هذه الأشياء الجميلة حسن استغلال الوقت والمال تقول ميشيل إن الفوسيفساء والمواقع الأخرى ستجعلها وسياحا آخرين ينجذبون بالتأكيد للعودة إلى تونس مرارا وتكرارا شكرا